معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والسيد رئيس التنفيذي الهائة للسسمار والحقيقة قمنا بزيارة خمس مصانع النهاردة موجودين في منطقة العاشر من رمضان والحقيقة انا عايز اعبر عن ساعاتي الكبيرة جدا بالزيارة اللي تمت النهاردة لان الحقيقة في مصنعين من المصانع اللي احنا زورناهم المصنعين دول كبرى شركات العالم في انتاج الاجهزة المنزلية شركة هاير وشركة بيكو والاتنين دول منذ اقل من عام ما كانش فيه اي حاجة خالص هم مجرد استلموا ارض في المدينة النهاردة بعد اقل من عام بدأوا التشغيل التجريبي انشأوا المصنع بالكامل وبنتكلم على مصانع المساحة بتاعت المصنع لا تقل عن ستين او سبعين الف متر كمرحلة اولى اللي عملوها في اقل من عام والنهاردة هذه الشركات العالمية بوجودها في مصر هي رسالة ثقة كبيرة جدا في الوضع السياسي والاقتصادي للدولة دي اللي يخلي شركات بهذا الحجم الكبير جدا انها تقرر انها تفتح مصانع مش مصانع انها تخدم مصر ولكن مصانع اقليمية هدفها انها تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي وكمان تصدر للخارج الشيء المهم جدا يمكن حضركم بدأنا في مصنع هير انه بيتم انتاج لأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي والوحدات دي يمكن من اربع شهور او تارت شهور لما انا كنت بزور المصنع ولسه هما بينشئوه طلبت من رئيس الشركة بصورة رسمية ان هذا المكون او هذه الصناعة يبقى موجودة هما كانوا بيتكلموا على التكييفات المنزلية فورا النهاردة الحقيقة وراني الخط الانتاج اللي حيبدأ بالفعل او بدأ بالزبط التجارب التشغيلية وحيبقى ان شاء الله على شهر خمسة بينتج فعلا وحدات التكييف المركزي الاهم ان انا طالبت منه ان يبدأوا ينشئوا وحدات التكييف العملاقة اللي هي بتخدم على مباني كاملة او الوحدات اللي احنا بنسميها التيلرز وان شاء الله برضو يعني حيتم تخصيص ارض ليهم وحيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام عشان برضو يخدم مصر ويخدم العالم كله الشيء المهم جدا في الرسالة في هذا الموضوع وده اللي احنا دايما بنتكلم عليه مصر مستقبلنا الكبير جدا لضمان استقرار نمو الاقتصاد وعدم التعرض مرة اخرى لاي اضطرابات خارجية من شأنها انها تؤثر علينا لابد ان تعتمد على القطاعات الانتاجية وعشان كده يمكن احنا محددين اربع قطاعات رئيسية يعتمد عليهم الاقتصاد المصري في خلال المرحلة القادمة الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة لكن انا هنا يمكن حتكلم معلش ومنحاس شوية للصناعة اعتقد هي الفترة القادمة هو دور الرئيسي لقطاع الصناعة في مصر احنا كدولة وكحكومة شغالين مع هذا القطاع بقالنا فترة على الرغم من كل المصاعب والتحديات اللي بتواجه الدولة وتحديات غير مسبوقة في التلات اربع سنين اللي فاتوا ولكن مع الاصلاحات اللي اتعاملت ابتدينا النهاردة نشوف سمرها بتظهر فيه المصانع الجديدة اللي موجودة والنمو الكبير للقطاع الصناعي اللي احنا موجودين فيه انا عايز بس تاني ارجع واقول ان احنا زرنا النهاردة تلات مصانع معنيين بانتاج الاجهزة المنزلية الشيء المفرح ان هذه المصانع كلها بتعمل مستوى انتاج على اعلى مستوى بتصدر للخارج عندها تحالفات مع كبرى شركات العالم في الانتاج اذا ما كانتش هي نفسها شركات عالمية ولكن زي مصنع زي فريش النهاردة بيتعامل مع البرندات الكبيرة وبينتج لها كمان وبيصدر للخارج سابلنا الوحيد لضمان استقرار وحل مشكلة الفجوة الدولارية ان احنا نزيد من مواردنا المستدامة ومرة تانية هتكلم على قطاع الصناعة الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة هي الاساس للفترة الجاية المصنعين الاخرين اللي احنا زورناهم طبعا مصنع جوتن للبيات وده برضو ما شاء الله بيصدر لكل انحاء العالم والقلعة الصناعية كبيرة جدا اللي احنا موجودين النهاردة فيها وبنعمل المؤتمر الصحفي قلعة السويدي ومصانع السويدي الخاصة بانتاج المحولات الكهرباء واللي شفنا فيها الحقيقة مستوى انتاج عالمي وكل المحولات اللي شفناها في الداخل كانت كلها بغرض التصدير لدول المنطقة كلها منطقة الشرق الاوسط وهناك يعني كمان الحقيقة مستوى من المنتجات اللي حيتم بعد كده لاحقا حتى بحيتم تصديرها لاوروبا فهنا العودة مرة اخرى الدولة النهاردة علشان الامان الكامل بقطاع الصناعة بدأنا بموضوع الرخصة الزهبية وهو ده اللي يمكن بيمكن الحمد لله النهاردة شركات زي هاير وزي بيكو ان هما قدروا ان المصنع يطلع فاقل من سنة ويبقى شغال وبيتحرك وبياخد المرافق وبتطلع لرخصة التشغيل وبقينا النهاردة قد نتكلم معهم على مصنع واثنين وثلاثة وعشر لان خلصنا ويسرنا الاجراءات الكاملة في اصدار الترخيص بندلهم الارض بصورة مباشرة بنتحلهم كل هدفنا وبتابع بصورة شهرية موقف الانشاءات وموقف التنفيذ ولو بيحصل فيه اي اعاقة مثلا او فيه اي مشاكل تخص ادخال المكان والمعدات بنحلها على طول هو ده سبيلنا الوحيد علشان نقدر يعني نحل ونتقدم بسرعة كبيرة جدا في قطاع الصناعة ده اللي انا عايز اتكلم عليه لان دايما اللي بيتساءل كنا بنسأله ودايما بنتسأل فيه حضركم تتذكروا في الزيارة اللي فاتت من 3 ا4 شهور يعني كنت جوه مصنع وقلت ان ان شاء الله الازمة بتاعة الدولار اللي احنا بنواجهها هي ازمة عابرة واحنا هنتخطاها وساعتها يمكن لما تقالت الكلمة دي يعني تم توجيه بعض النقد للكلام ده وتقال لنا انت هو فين الحلول طب وانتو فين الرؤية وعايز اتكلم هنا ماينفعش نطلع واحنا بنشتغل على يعني صفقات كبيرة وشغل كبير واتفاقيات مع مؤسسات عالمية ان احنا بنطلع ونقول احنا بنشغلين لازم الاول حاجات زي كده تخلص وبعد كده بنطلع نعلنها عشان كده ده اللي انا بأكد عليه يعني لما تكلمنا ساعتها وقلنا ان شاء الله الامور دي هتعدي وهذه الازمة هتعدي كان فيه واحنا شغلين على هذا الموضوع وده اللي انا بأكده النهاردة الدولة ويمكن فخامة الرئيس قالها في اكتر من مناسبة ان احنا الحمد لله الامور في سبيلها للتحسن وان شاء الله هتتحسن افضل وافضل في خلال الفترة الجاية انا بتابع مع سيد محافظ البنك المركزي بصورة يومية التدفقات بتاعة العملة والحمد لله يا رب الامور رجعت لطبعتها ما زال قدامنا فترة عشان نضمن تاني وزي ما انا قلت الموضوع مش ان احنا خلاص تحلت الازمة احنا قدامنا لغاية نهاية هذا العام عام 24 لازم نشتغل بكل الجهد علشان نضمن يعني ان استكمال كل المسارات الاصلاحية وتعود الامور الى سابق طبعتها في هذا الشأن عشان كده احنا قعنينا على كل الموارد اللي تقدر انها هتجيب لنا يعني دولار وازاي نرشد في نفس الوقت الانفاق ونقلل من الفجوة الدولارية الفجوة الدولارية مش بتقل غير لما بنزود انتاجنا المحلي ونعمقه ونزود صادراتنا فالموضوع لان دايما سؤلنا طب انتو طب الحمد لله ونجحتوا على المدى القصير في حل الازمة من خلال بيع بعض الاصول والاتفاقيات اللي تمت مع المؤسسات الدولية فين الرؤية الرؤية في الملح انا بنقوق فيه فين نهاردة بنتكلم الرؤية ازاي ان انا خلي قطاع الصناعة واقطاع الزراعة واقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة النهاردة ينطلق انطلقات كبيرة جدا لان باعتبرهم دي اولا بيعملوا بيخلقوا اكبر عدد من فرص العمل بيتوأموا مع امكانيات شبابنا وعندنا فرص فيهم كبيرة كدولة وتقدر انها تخلق لنا موارد دولارية انا عايز اقول لحضراتكم الهدف بتاعنا بارقام متحفزة احنا النهاردة بنتكلم على حجم صادرات في مصر حوالي 53 مليار مش كده معلي الوزير السنة اللي فاتت ما زادتش بصورة كبيرة نتيجة للازمة الكبيرة لكن النهاردة مع الخطة اللي احنا كدولة نشتغل عليها ونقدر منقول احنا شغالين عليها اللي بتستهدف نسبة نموه في صادراتنا سنوي ما بين 15 ل 20% تبقى لكل قطاع كل قطاع بظروفه في قطاعات تقدر انها تنمو بعشرة واثناشرة وخمستاشرة وفي قطاعات ممكن تنمو اكتر من 20% لكن لو حتكلم في متوسط من 15 ل 20% يبقى معنى كده ان سنة 20-30 اللي هي كمان 6 سنين حيبقى صادرات مصر تتجاوز ال 145 مليار دولار احنا هنا مش بنتكلم على حلم احنا بنتكلم على خطة وازاي نستهدف كل القطاعات اللي تقدر انها تنمو بهذه النسب سنويا عشان نقدر نحقق هذا المستهدف عشان كده لما بقول لحضراتكم يعني الرؤية اللي موجودة مش فقط ان احنا بنتكلم على حاجة على المدى القصير ولكن بنتكلم على مدى متوسط اللي هو ال 6 سنين الجاية ازاي الدولة المصرية تحل مشكلتها وازمتها وتكون قادرة فعلا على تأمين احتياجاتها الاساسية من العملة الصعبة بحيث ما تتعرضش مرة اخرى للازمة اللي احنا كنا موجودين فيها الفترة السابقة احنا حاجة مهمة جدا في قطاع الصناعة ايضا في كل المجالات احنا كنا موجودين من يعني يومين في مجلس الوزراء وبناشهد توقيع عدد اخر من العقود الكبيرة في المنطقة الاقتصادية القناة السويس مع قبرى الشركات العالمية اللي جاية تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وحتخلق عشرات الالوف من فرص العمل ده اللي انا بأكد عليه مرة اخرى شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة وبقية القطاعات الانتاجية يمكن حضراتكم تابعته احنا مبارح الحمد لله مجلس ادارة صندوق النقد الدولي يعني وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية وتم رفع طبعا البرنامج من 3 الى 8 مليار دولار الدفع الاولى ان شاء الله هتوصل الاسبوع القادم ايضا وان شاء الله طبعا احنا بنستهدف ان الدفع التانية من صفقة رأس الحكمة هتدخل على بداية شهر مايو فالدولة والحكومة مع البنك المركزي احنا مأمنين ان شاء الله كل احتياجات الدولارية عشان القطاعات الانتاجية تنطلق بقوة وزي ما اكدت مرة واثنين وثلاثة اولوياتنا تلبية الاحتاجات الاساسية وايضا مستلزمات الانتاج والمواد الخام السلع الاستهلاكية والحاجات التي تمت الصنع هتبقى لها اولوية متأخرة لان هدفنا التركيز الشديد على الصناعات والانشطة اللي تقوم الاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة وان شاء الله طبعا حضراتكم تابعته باردو التوقيع مع الاتحاد الاوروبي وما تم اعلانه من البنك الدولي من حزم فبنتكلم ان شاء الله في حزم من العملة الصعبة لتؤمن ان شاء الله الاقتصاد المصري انا بتابع اخر حاجة طبعا منذ يعني جلستنا الاخيرة مع اتحاد الغرف ومع كل اصحاب المصانع والسلاسل التجارية موضوع انخفاض الاسعار شغالين بصورة معقولة طبعا انا بتابع لغاية النهاردة الحقيقة الصبح مع رئيس اتحاد الغرف كان فيه مكلمة عشان اتأكد منه من التنفيذ على الارض وبنتابع من خلال الاجهزة المعنية في الدولة رصد لهذا الموضوع وتاني انا بأكد ياريت المواطنين برضو يتفعلوا معانا ويبلغونا اولا باول من خلال كل قنوات الاتصال بالاسعار وإيه اللي بيحصل في موضوع الاسعار عشان نتابع لان احنا كلنا بنستهدف ان ان شاء الله الاسعار تنزل وتنخفض ويبدأ فعلا المواطن يحس حقيقة بنتائج وتابعات الخطوات اللي قامت بها الدولة في خلال الايام القليلة الماضية مرة اخرى يعني انا بشكر حضراتكم بصحبتنا في هذه الزيارة المهمة ودايما الواحد لما بيزور هذه القلاع الصناعية بيبقى في منتهى السعادة ومنتهى التفاؤل ان المستقبل القادم لمصر افضل بكتير باذن الله وان شاء الله وكل سنة وحضراتكم طيبين واحنا على ابواب العيد الفتر المبارك وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا شكرا شكرا